موسيقى تعرفوا بدعة الغنوصية كانت بتنادي انه المادة الشر والروح صالح فاذا في جزء منهم وصلوا الى حالة طالما انه المادة شر فالشر يعني والمادة فانية فخلينا نستمتع وننغمس في الملذات والشهوات الرسول يحنى اللي جاء بعد فترة زمنية الى نفس هذا المكان حارب هذا النوع من البدعة ليش احبائي الكتاب بعلم انه المؤمن هو هيكل الله المقدس والمؤمن ينبغي ان يسلك بالقداسة والمؤمن هو جزء عضو في جسد يسوع المسيح هذه الهجومات الخارجية حاربتها الكنيسة لكن كان ايضا فيه هجومات داخلية اللي هي اشد شراسة لما حولوا نعمة الله لا دعارة ولما النعمة اللي هي فرصة عطية الله طالما انه انا بالنعمة فامارس الخطيئة فخلاص الله ما هو اعطى النعمة بيسامح وبيغفر في مسئولية على المؤمن فبحطها الرسول بولوس في كلمة واحدة بلخصها فلا يسمى بينكم يعني ان مش بس تعمل فعليا انه ما تحكيش عنها يعني ابتعد عن كل شبه شر وهذا مواصفات الشخصية المسيحية المؤمن بيسوع المسيح اللي بيتمثل بالله بصلي انه هاي الرسالة لمستك ونتفكر جديا انه الخطيئة شر فساد وتدمر الحياة والكيان فاعيش واسلك في يسوع المسيح موسيح موسيح